أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن ما حصل في السابع من أكتوبر هو بسبب المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني قبل هذا التاريخ رئيسي وخلال المؤتمر الدولي بشأن فلسطين أشار إلى أن الكيان الصيوني والولايات المتحدة يجب أن يعاقبا بتهمة الإبادة الجماعية في المحاكم الدولية وأضاف أنه على واشنطن أن تبلغ حليفتها أن حماس لا يمكن القضاء عليها موضحا أن واشنطن ليست طرفا في السلام وتابع أن الزمن الذي تقرر فيه الولايات المتحدة مصائر الشعوب قد وله